السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الفيديو أو في هذا الفيديو سوف نأخذ مهارات لحل المسائل القدراء عندنا مهارات كثيرة في الحساب أو في المسائل الكمية طبعا مهارات حساب عدد المكالمات والمصافحات كيف أنا أوجد عدد المصافحات إما من طريقة الحل بالقانون أو بطريقة الحل الدين الآن مثلا قال لين يلا ناخد سؤال ناخد سؤال على هذه المسائل قال لين هناك سبع أشخاص كم عدد المصافحات بالنسبة لسبع أشخاص كم عدد المصافحات لسبع أشخاص إيش يسوي إذا قال لين سبع أشخاص إذن بسيط صح؟ إن شاء الله يودا إذن عدد المصافحات كم يساوي؟ نشيل السين ونحط مكانة كم؟ سبعة وهنا كم؟ سبعة يلا سبعة ناقص واحد كم الجواب يا أولاد يا بنات؟ ستة قسمة كم؟ قسمة اثنين سبعة ضرب ستة كم الجواب يصير؟ اثنين وأربعين قسمة اثنين كم الجواب يصير؟ واحد وعشرين إذن وجدنا قيمة عدد المصافحات كم؟ واحد وعشرين وأقدر بطريقة بدون قانون طيب الآن علي نسى القانون هاجر نسى القانون إيش تعمل إذا عدنا سبعة أشخاص مصافحات؟ أروح أسوي بدون قانون أقول أن الشخص الأول بيسلم على كم شخص؟ بيسلم على ستة أنا عندي سبعة أشخاص سبعة أشخاص والشخص الثاني بيسلم على كم يفاضل؟ على خمسة والشخص الثالث بيسلم على كم يا أحمد؟ على أربعة صح؟ والشخص الثالث بعدين الرابع بيسلم على كم؟ على ثلاثة صح؟ والشخص الثاني وهكذا الثالث بيسلم على ثلين وأيضاً وإذا كان شخصين بيسلموا على كم؟ على بيسلم مصافحة واحدة صح؟ وأيضاً الواحد هذا خلاص أسلم أروح أجمع الآن يلا أجمع ستة زايد واحد الجواب سبعة خمسة زايد اثنين الجواب سبعة أربعة زايد ثلاثة الجواب سبعة سبعة ضرب ثلاثة كم الجواب يصير؟ واحد وعشرين واضح؟ بدون قانون أقدر أستخدم بدون قانون أقدر أحل المسألة إذا أنا طبعاً أقدر أحل إما بطريقة الله يسلرك يا أحمد هاني إذا أقدر أحل بطريقة القانون أو بطريقة الحل الدين واضح يا أولاد يا بنات؟ جميل يلا مهارة حساب مجموع الأعداد من واحد إلى هنا التفتو هنا طبعاً عندنا قانون في قوانين من واحد إلى أو في قوانين مشرط يبدأ من واحد مثل هذا السؤال قال لنا في هذا السؤال لحساب مجموع الأعداد من واحد إلى عندنا القانون التالي سين ضرب سين زايد واحد على اثنين ما هو القانون إذا هذا القانون ليش؟ إذا قال لنا من واحد إلى كم؟ إلى سين إذا هنا من واحد إلى مئة نبغى نوجد المجموع يلا نوجد المجموع نعود تعويض مباشر يلا عودوا تعويض مباشر بدل السين نخلي كم؟ قلنا نحط كم يا أولاد يا بنات؟ مئة بدل هنا سين نحط كم هنا؟ مئة ماذا يساوي؟ يصير لنا مئة ضار كم؟ مئة وواحد قسمة كم؟ قسمة اثنين حلو؟ حلو يا أولاد يا بنات؟ يلا أختصر الحين يلا أختصر الحين أقسم اثنين قسمة اثنين واحد ومئة قسمة اثنين كم الجواب؟ خمسين يلا خمسين ضرب مئة واحد الجواب كم يصير؟ خمسة آلاف وكم؟ وخمسين حلو؟ وجدنا المجموع إذا الإجابة فقرة مين؟ فقرة ألف طيب الآن شهاد نسة القانون زينب نسة القانون مريم نسة القانون مروى نسة القانون تقدر تحل المسألة بدون قانون؟ تقدر؟ تقدر تجمع من واحد إلى مئة؟ ما تقدر؟ لا تقدر خلينا أعلمكم الآن لأنه ذكرت لكم لأنه إما نحلة بطريقة القانون أو بطريقة الحل الدهني كيف يا أستاذ؟ انتبهوا الآن أنا نسيت القانون والسؤال الآن نعلم شوك؟ نعلم شوك أنتين بنتنا شوك؟ هنا نعلم شو الحين عطاني من واحد إلى مئة يلا من واحد إلى مئة كيف نجمع؟ أروح أجمع تجميع ذكي كيف التجميع الذكي؟ أولا عندي مئة هنا صح؟ وبعدين الواحدة جمع معميل مع تسعة وتسعين يطلع كم؟ مئة الاثنين جمع معميل مع ثمانة وتسعين يطلع مئة والثلاثة جمع مع سبعة وتسعين يطلع كم؟ مئة تعتقدوا كم مرة مئة عندنا؟ كم مرة مئة بتصير؟ كم مرة مئة بتصير؟ كم مرة مئة؟ لا 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 من قالش مئة واحد؟ أحسنتي أحسنتي خمسين مرة مئة ليش خمسين مرة مئة ناخد النصف نصف الأعداد لأن كل عددين حطيناهم مع بعض ولكن هناك عدد ما جمعنا هناك عدد ما جمعنا مين مع بعض مين اللي ما جمعنا العدد خمسين اللي في الوسط العدد خمسين اللي في الوسط بيصير لوحدة نقول زايد كم زايد خمسين يلا مية ضرب خمسين كم الجواب يصير خمسة آلاف زايد خمسين كم الجواب يصير يا أولاد يا بنا صار كم الجواب يصير خمسة آلاف وكم وخمسين إذن الإجابة فقرة بسيط بسيط يا مريم بسيط يا زينب هذه إذا نسيت القانون أسوي تجميع ذكي حلو؟ يلا ناخد الحين أعطيكم مسألة أبغاكم تحلوها الآن مسألة إما بالقانون أو نعم صح إذن نحلها بالقانون أو نحلها أيضا بطريقة الحل الذين اجمعوا لي من واحد إلى عشرين يلا اجمعوا لي من واحد إلى عشرين يلا بس شيء للسين حطي آخر عدد عشرين يا وجدان وجدان بس شيء للسين حط مكانه عشرين ما يبغى لها مهندسة رامكو هذه المسألة يلا حلو لي هذه المسألة يلا يلا كم يطلع لا 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 يا باتول غلط يا باتول غلط يا باتول ركزي يا باتول خطأ خطأ يا باتول يا سلام عليش يا ولاية يا سلام عليش يا ولاية صح ممتازة يا حورة جميل يا حورة عبد الله شهن رائع محمد يا سلام عليك ديمة محمد عبد الله هاجر يا سلام عليكم يا سلام عليكم جميل إذن عرفنا كيف نجمعهم إلا ما عرف الحين انتبه الحين أروح أشيل السين وحط مكانها كيم عشرين وهنا أحط مكانها إيش عشرين يلا ماذا يساوي عشرين ضرب واحد وعشرين وأقسم على كيم على اثنين يلا في تبسيط أقسم على اثنين في اثنين إذن عشرة ضرب واحد وعشرين صار الجواب مئتين وكيم وعشرة طيب لو أحد نسل قانون على طول أنا أعرف إن نصف العشرين عشر مرات نجمع كل عددين يطلعوا عشرين زايد كيم العدد في الوسط عشرة إذن صارت مئتين زايد عشرة الجواب كم يصير مئتين وعشرة واضح يا أولاد يا بنات واضح واضح جميل الآن السؤال طيب لو ما أعطاني من البداية من واحد إلى عشرين ما أعطاني مو لازم يعطيني من واحد إلى عشرين ما أعطاني من البداية قالي أوجد مجموع من خمسة إلى أرباطحش يلا ما أعطاني من واحد ما أعطاني من واحد هذا القانون لأنه من واحد الحين ما أعطاني من واحد ماذا أعمل ما في ما نقدر نعوّر لأنه ما أعطاني من واحد هنا في هذه المسألة ما أعطاني من واحد طيب ماذا أعمل في هذه المسألة يلا يشي سوي هنا في قانون ثاني يكون أسهل ليكم في حل المسألة التالية في قانون موجود علشان تقدروا تحلوا هذه المسألة خليني أعطيكم القانون القانون إذا لم يبدأ بواحد أعطاني خمسة وثلتعش أروح جمع العدد الأول والعدد الآخير نجمع العدد الأول والعدد الآخير لأن أعطاني البداية وعطاني النهاية إذا وش يصير القانون كالتالي خلينا أكتب إليكم نقول عدد الحدود الآن 14 من 5 إلى 14 كم عدد الحدود هنا أروح أكتب هذا القانون عدد الحدود نون وأروح أخذ الحد الأول زي المتتابعة والحد الآخير وهو الحد الآخير على كم أقسمه على ثم مالة هذا التابع مين كأنها متتابعة حسابية أسوي كأنها متتابعة حسابية كم عدد الحدود 14 ناقص 5 عدد الحدود 9 إذا نقول 9 العدد الأول 5 والعدد الآخير بعدين 14 وأقسم على كم وأقسم على ثمين أو عدد الحدود نقص لزايد 1 صح 14 ناقص 5 زايد 1 عدد الحدود زايد 1 إذن عدد الحدود 10 10 وأقسم الحين فيها 1 هذا فيها 5 وبعدين أروح أضرب 5 دار تساط هذا علشان التفاعة إنه لو ما أعطاني لو ما أعطاني من واحد حلو؟ هنا لازم أتأكد إنه من واحد يلا ناخد هذه المهارة الثانية مهارة حساب لأنه لو حسبت من 5 إلى 14 الآن خلينا نحسب الآن من 5 إلى 14 حسبوا إياي زين حسب إياي محمد صالح 5 بعدين يجي من 6 7 8 9 هذي كم ما حين صاروا كم حد صاروا 5 حدود عدد يلا هذي 9 يلا الحين 10 11 بعدين 12 بعدين 13 بعدين 14 كم صار عدد الحدود كم صار هنا عدد الحدود عدد الحدود نضيف 1 نقص ونضيف 1 عدد الحدود 10 واضح إذن وجدنا عدد الحدود وهو نون زائد 1 يلا نروح الآن إلى المهارة الثانية وهي مهارة حساب زمن العمل المشترك هنا هذه المسألة جميلة ولطيفة وتحتاج إلى أيضا تشغيل الدماغ إذا كان لدينا شخص يقوم بالعمل في زمن قدره سين عدنا قانون أخذتوا هذا القانون صح قانون العمل المشترك 1 على الزمن المطلوب يساوي 1 على الزمن الأول زائد 1 على الزمن الثاني يلا ناخد المسألة الثانية قال لنا في هذه المسألة الثانية مثال يلا انتبوا لهذا المثال يطلي وليد غرفته في كم في ساعتين ويطلي صديقه غرفته في كم في ثلاث ساعة فكم تستغرق الغرفة إذا عمل معا على طول إيش يسوي أقول واحد عليه الزمن المشترك يساوي وليد يطلي الجدار مرة واحدة في خلال ساعتين وكذلك صديقه يطلي الجدار خلال ثلاث ساعة تمام يلا الآن نوجد الزمن نروح نوحد المقامات نقول واحد على الزمن يساوي كم توحد مقاماتهم نضربها بكم يلا شغل دماغ نضربها هذي بكم بثلاثة ولازم فوق اروح اضربها بكم بثلاثة وهنا اضربها بثنين ولازم أيضا البس اضربها بكم بثنين ادن واحد ضرب ثلاثة الجواب ثلاثة زائد ثلين ادن صارت خمسة على كم على ستة يلا انا انا اريد الزمن الحين ايش اصوي اقلب الكسرين اريد اقلب الكسرين يلا واحد على ز ادن نقسمها يصير ايش يصير الزمن وهنا نقلبها ستة على كم على خمسة هين يعطانك طلع علينا بايش طلع علينا بالساعات لاحظوا لاننا نعوط بالساعات كيف احول ها الى دقائق يا اولاد يا بنا كيف احول الى دقائق اروح اضرها بكم بستين ابسط على خمسة قسمة خمسة واحد وهنا فيها اثنائش ستة ضرب اثنائش الجواب كم يصير اثنين وسبعين دقيقة اذا الاجابة فقرة مين فقرة جين واضح يا اولاد يا بنات بسيط بسيط واضح جميل جميل يلا نروح الى الان مهارة حساب الزاوية بين عقارب الساعة يلا ناخد الان عقارب الساعة طبعا مهارات كثيرة فما بيكفي يعني طبعا احنا نعطيكم اياها في حصص لان مهارات كثيرة فاذا هذه تحتاج الى وقت اكثر وانما احنا نعطيكم المفاتيح علشان تفتحوا الابواب وتتعلموا صح زين يلا ناخد الان الدائرة انتبه الان بالنسبة الى عقارب الساعة مهمة جدا نجيب منها في الاختبار عقارب الساعة اذا كانت على شكل دائرة نقول ان الساعة كم مجموع زوايا اذا كانت على شكل دائرة مجموع الزوايا على شكل دائرة عبارة عن 360 درجة صح هذه الدائرة مقسمة الى كم قسم يا ولادي يا بنا مقسمة الى كم قسم لحظ هنا كم قسم مقسمة الى 12 قسم صح يعني كل قسم كل جزء الان كل جزء كم يمثل من الزوايا كل جزء كم يمثل من الزوايا اروح اقسم اقول 360 قسم 12 قسم اذا كل قسم يساوي كم 30 درجة حلو كل قسم يمثل 30 درجة اذا هنا 30 الان اروح للدقائق الدقائق فيها كم قسم هنا فيها كم قسم الدقائق فيها خمسة اقسام حدل الان كم الزاوية الان الدقيقة الواحدة كم زاويتها اروح اقسم 30 قسم كم 6 او قسم 5 الجواب كم يصير عندي 6 درجة حلو اذا عرفت ان الدقيقة الواحدة 6 درجة والساعة الكاملة او الخمس دقائق 30 درجة او الساعة 30 درجة تمام يلا نبغى نعرف الساعة كم الان بدون ما استخدم قانون لاحظوا بدون ما استخدم قانون ابغى نوجد كم الساعة الان يلا في هذه المسألة الان قال لنا الان الساعة الثالثة تماما كم الزاوية كم الزاوية كم الزاوية بطول يا السلام عليش كم هنا 30 وهنا كم 30 حلو وهنا كم 30 اذا الزاوية كم صارت 90 درجة تمام يلا خلينا اخذ مثال ثاني خلينا اخذ مثال ثاني علشان تعرفوا كيف طريقة الحل بدون قانون بعدين بعطيكم القانون الان عطاني الدائرة وقالي في هذه الدائرة انتم بها الحل عطاني دائرة او عطاني ساعة ابغى روح اوجد الزاوية بين العقربين يلا الحين نبغى نوجد الزاوية بين العقربين يلا نبغى نوجد الزاوية بين العقربين اذا كانت الساعة شوفوا لاحظوا اذا كانت الساعة طال عمركم اربع وعشر او خلينا نغير اللون الساعة اربع وعشر الساعة اربع وعشر يلا الساعة اربع وعشر لازم يتركز معاي لازم يتركز معاي علشان تعرف الطريق يكمل ساوية بين العقربين اولا هنا عندي ثلاثين وثلاثين هنا ثلاثين وهنا ثلاثين صاروا كم ستين صح هل العقرب الساعات يتحرك اذا تحركت عقرب الدقائق بيتحرك اكيد صح بيتحرك لان كل عشر دقائق بيتحرك كم شرطة واحدة الشرطة هادي كم قيمتها كم قيمتها ست درجات اذا الاجابة كم بالدقيقة بالدقة كم بالدقة بصير ستة وستين درجات او خمسة وستين ستة وستين درجات واضح لانه اذا تحرك بيتحرك هادي الشرطات صح يلا حين السؤال الا بعد يلا ما هي الزاوية اذا كانت الزاوية ما فهمتها الحين من الساعة ثنتين الى اربع هنا من ثنتين الى ثلاث كم زاويتها كم زاويتها اليساء كم زاويتها ثلاثين ومن ثلاث الى اربع كم زاوية ثلاثين ثلاثين وثلاثين كم صار ستين هادي الان اذا صارت اربع وعشر هل الارب ادي العقرب بيصير الساعة على نفس العقرب على الاربع بالضب هل بيصير على الاربع بالضب اذا هو اربع وعشر العقارب في ساعة هل بيصير اربع بالضب ما بيصير اربع بالضب بيتحرك العقرب شرطة واحدة فقط الشرطة هادي كم قيمتها حسبناها كم الشرطة حسبناها ست درجات اذا صارت ستة وستين طيب الان صراحة يقول دوقتنا يا استاذ بهذا الفهم خلينا اخذ بالقانون هنا قانون يريح قلبك قانون يريح قلبك يا والله يلا ما هو القانون القانون ان عدد الساعات ضرب ثلاثين واذا عدنا دقائق نضرب عدد الدقائق في احدى عشر على ثم خلينا نجرب قبل الساعة اربع وعشر دقائق حلو يلا نجرب عدد الساعات كم عدد الساعات اربعة ضرب كم الدرجة ثلاثين ناقص عدد الدقائق كم عندي عشر دقائق ضرب كم احدعش على كم على اثنين في تبسيط في تبسيط يا ولاد يا بنات نعم في تبسيط هذا فيها واحد هذا فيها خمسة خمسة طرب احداش خمسة وخمسين اذا صارت مئة وعشرين ناقص خمسة وخمسين الاجابة تصير خمسة وستين درجة مرة قريب من الحل خمسة وستين درجة اعيد اي سؤال اي سؤال انعيد يعني الساعة اربعة وعشر دقائق وجد زاوية بين العقربين اي بالقانون تقدروا بالقانون اسهل بس مو دائما كل تحفظوا القانون ممكن تنساو هذا الان نعلمكم بطريقة الحل بالقانون وبدون قانون يلا الان ما هي الزاوية بين العقربين اربعة وعشر اعيد من جديد الان كم عدد الساعات عندي يا اولاد عندي اربعة ضرب كم ضرب ثلاثين عدد الدقائق عشرة ضرب كم 11 عليه اثنين اربعة ضرب ثلاثين كم الجواب 120 في تبسيط هنا نعم اذا خمسة ضرب 11 كم الجواب 55 120 ناقص 55 كم الجواب سير كم الجواب 65 درجة بسيط وجدنا الزاوية بين العقربين من خلال القانون طيب لو ما في دقائق اذا كان ما في دقائق يعني دقائق زير يعني لو قال لنا الساعة اربعة بتماما اقدر على طول عدد الساعات ضرب 30 وضع واضح مهمة جدا عقارب الساعة لشان تعرفوها طبعا مهارات حساب الاعداد من وإلى مهارات الحساب ممكن ايضا تراجعوها او تحضروا معنا الدورة ان شاء الله التي سوف تقام بعد اسبوعين يوم الاحد وايضا في دورة الاسبوع القادم ايضا احنا ضيف لأهلنا في الاحسان وكذلك ايضا ممكن تحضروا معنا في الدورات القادمة لان القدرات معلومات كثيرة الان خلصنا القسم الكمي وسنتجه الى القسم النفضي يعطيكم العافية والصحة والسلامة تقبلوا تحيات الاساسة زكية الشعلة ومشرفة البرنامج بارك الله فيكم في امان اشتركوا في القناة